كابتن سامي السفر مبكرة للنادي الاهلي يعني الاهلي سافر يوم ستة وعشرين اللي هو كان يوم اه اه ما تشوف الدور اللي حصل عليها اه اه مشكلة لكن انتهت على خير وتم تأجيل المباراة. اولا شايف تأجيل مباراة كان في صالح النادي الاهلي ام لا? طبعا. طبعا. طبعا كنت. طبعا انت اول حاجة انت عندك لعي ما كنت تصاب. نعم. ودي اهم حاجة. نعم. عندك كموكي بقى اجهاد. اه. لان الدغوط ومتشاطه ربعض فيها دغوط دي بتقصر على اي فرق يعني استشفى بتاعك. نعم. وعنيها هتخلص وتسافر. نعم. وبعينها هتروح هناك السفر نفسه برضو ده فيه جزء منه ارهاق من المغرب مش قريبة. خمس ساعات. خمس ساعات. خمس ساعات. فده برضو بيديك بيديك ارهاق. نعم. معتقد ده بصالح النادي الاهلي عشان اصاباته عشان ارهاق. طيب. السفر بقى مبكرة انك يعني كنا زمان اه بنروح ابن المباراة يومين لما يضربنا الدم تلات ايام انك بتوصل من يوم ستة وعشرين قبل المباراة بخ ستة وعشرين سبعة عشرين تمانية عشرين سعشرين تلاتين يعني خمس ايام قبل اللقاء. شايف انه ده كانت فرصة افضل لمسيماني ولا كان الافضل انه يتمرن هنا ويروح هناك قبلها بتمانية واربعين ساعة. بص يا كابت انا حصل الموقف ده ساعة الترجي. اه. ما كنا بلاعب الترجي في الدور الدور التمانية ما كنت مع مستر كارترون. اه. فكانوا عايزين سفر قبل المطش بتمانية واربعين ساعة. اه. قلت له لازم نروح بدري عشان الدغوب بتاعت الجماهير. ايو. لان الجماهير تعارف في في الابواء دي. اه. انتfarع وانت ماشي. اعايز اخدها من بدري. اه. عايز ايقض الدغوطات من بدري. اه. متفعاش اه. اه. امانية واربعين ساعة. صحيح. وقبلها كان في مشكلة مع الجمال الترجي هنا. اه. فكان لازم نروح بدري اول حاجة انتعود على الجو. لان استدت كمان كان جو ممطر. اه. فلازم بتعود على الجو هنا. اه. اه. تاني حاجة ضغوط بتاعت الجماهير. اه. والامن بي ما شاء الله كان راح بصراحة كان كويس اوي. اه. فانا شاف ان دي ميزة انك تروح من بدري تعود على اجواء تعود على الضغوط تعيش اللعيبة في الاجواء بتاعت البلد فانا شاف ان دي لا لا